بالتقسيط على 30 سنة شقة تمليك اولى الاجار الجديد يعني ممكن ب1000 جنيه تاخد شقة في احسن المدن الجديدة مدن ايه? تعالوا معايا نشوف الفيديو ونعرف كل التباصيل عن هذه الشؤاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم من جديد على قناة يوميات عائلة حسن النهاردة عندنا موضوع كبير جدا وهو موضوع الشؤاء اللي تم طرحها من وزارة الاسكان على 30 سنة. طب ايه يا جماعة الشؤاء دي نظامها ايه? طب طرح بتاعها فين? اه صوتها قد ايه? اسئلة كتير جدا جدا بالدور حوالين هذا الموضوع خلال الايام اللي فاتت. قلت النهاردة اطلع لكم بالفيديو دوت علشان ارد على الاسئلة كلها اللي جدت على القناة. اهم حاجة اه هنعمل مشاركة للفيديو ونعمل شير عشان الكل يستفيد. ناس كتير بتسأل عن هذه المبادرة مبادرة التلاتين سنة وطبعا فايدة تلاتة في المية. ايه مميزات المبادرة ديت? طبعا مميزات المبادرة ديت ان انت بتاخد شقة بتأسيد بسيط جدا جدا عكس الاول. يعني الاول برضو هتشوق برضو معقولة وسعرها كويس. بس طبعا مبادرة دي اول مرة تحصل فيه تاريخ مصر. نخش في موضوع على طول. اه طبعا تم طرح الشوق ديت منذ ايام. وكان الحجز متاح لزول الاحتياجات الخاصة. اه ان شاء الله الحجزة يكون متاح للناس كلها من يوم الحد الجاي ان شاء الله لحد المقبل. اللي هو الموافق خمستاشر غسطس عشرين واحد وعشرين. حتى يوم الخميس اللي هو تسعة ستمبر. يعني الحجز هيفتح من يوم لحد الجاي خمستاشر غسطس لحد تسعة ستمبر. ده لجميع المواطنين. والجميع اه اه افراد ذو الاحتياجات الخاصة. بالنسبة لطرح هذه الشوق ان شاء الله يتم تسلمها خلال تلات سنوات. اه طبعا دي كلها تبويل عقاري اه على تلاتين سنة. وفايدة تلتة في المية. طبعا جميع هذه الوحدات تشتيب يعني تحط العفشة على طول ولا لسه تعتوضف ولا تعمل اي حاجة. اما بالنسبة لقرصات الشروط وسداد مقدمة للحجز ان شاء الله هيكون متاح في مكاتب البريد بجميع المحافظات المطروح فيها هذه الوحدات. بالنسبة لشوق الاجتماعي باللي اعلان الحالي اللي هو متوسط الداخل طبعا موجود اكثر من مدينة. اللي هي بدر حدائي العاصمة خمستاشر مايو حدائي اكتوبر ستة اكتوبر العاشر من رمضان اسوان الجديدة العالمين الجديدة المينيا الجديدة ناصر رشيد الجديدة بنسويف الجديدة الغرداء اه طبعا بور فؤاد. الشوق اللي هيتم ترحى ان شاء الله اللي هو الشوق الاسكان الاجتماعي ده والاسكان المتوسط ده ما تروح في بدر حدائي العاصمة خمستاشر مايو وحدائي اكتوبر وستة اكتوبر والعاشر من رمضان واسوان الجديدة والعالمين الجديدة والمينيا الجديدة وناصر رشيد الجديدة وبنسويف الجديدة والغرداء وبور فؤاد. اما بقى بالنسبة لمحدود الداخل فما تروح في اكثر مين مدينة اه في اكثر مين مكان. اول حاجة اللي هي في الاسماعيلية والمينيا والشرقية وسهاج وانا والاسكندرية والمنوفية وقفر الشيخ واسوان والغربية والبحيرة ومطروح والفيوم وبني سويف واسيوت والودي الجديد والاقصر وشمال سينة ودمياط. بالنسبة لمحدود الداخل هنقولها تاني. المحافظات المطروح فيها هذه الشواء. في الاسماعيلية والمينيا والشرقية وسهاج وانا والاسكندرية والمنوفية وقفر الشيخ واسوان والغربية والبحيرة ومطروح والفيوم وبني سويف واسيوت والودي الجديد والاقصر وشمال سينة ودمياط. اما بالنسبة للقصات او الدفعات الربع سنوية هتبدأ من شهر واحد يناير عشرين اتنين وعشرين. طبعا بتبقى حوالي خمسة وعشرين في المية من تمن الوحدة. وبعكية بسدد باقي تمن الوحدة بحد اقصى خمسة وستين في المية من تمن بيعها بنظام التنويل العقاري لمدة تصل لتلاتين سنة بسعر عائد تلاتة في المية متنقصة سنوية. طبعا النهاردة اتكلمنا على هذه الشواء اتكلمنا على الاماكن المطروحة فيها اللي هي سواء الاسكن المتوسط او للاسكن محدود الدخل. واتكلمنا عن طرح القرصات هيكون امتى ان شاء الله. اتكلمنا عن الدفعات واتكلمنا عن الاماكن واتكلمنا عن الاسكن متوسط واتكلمنا عن محدود الدخل. كل ده اه اتكلمنا فيه. اي اسئلة اي حاجة هتبعتول ان شاء الله على القناة. ماشي. اه بالنسبة للتصوير الشواء ديت ان شاء الله يعني اول ما يبدأ المشروع يشتغلوا فيه. هيبدأ اصوره لكم ووضحه لكم كل حاجة. هنتكلم برضو عن اللقصات كل شقة. ده بالنسبة للاسكن المتوسط والاسكن المحدود الدخل. هعجب لكم اللقصات المرة جايه بازن الله. هنتكلم فيه. وهتكلم لكم على ادق التفاصيل في هذا المشروع ان شاء الله. وهنزل لكم رصة الشروط بازن الله الفيديو الجاي. واي حاجة يبعتولي اه على القناة في اه اوراق ايه المطلوبة. هبرلو احطركم الاوراق المطلوبة. واي حاجة تخص هزا المشروع. وان شاء الله بازن الله اه تفوز بشقة من وزارة الاسكان على تلاتين سنة. واهم حاجة عايزين نعمل مشاركة للفيديو علشان يقول لي يستفيد. عشان في الناس كتير ما اتعرفش نفيديتين مترح الشواء. ونسب بعد ما بيه خلص التقديم يقول لك يا جماعة ما حدش قال لنا ليه ما حدش عارف ليه. يا ريت بقى كلنا نسبق في الخير كده. ونشارك هزا الفيديو. برضو هيبه حاجة سواب ليك. وتاني حاجة بتدعم القناة عشان نقدر نواصل معكم. وان شاء الله بازن الله كل يوم هنزل لكم فيديو. وان شاء الله نبدأ لنواصل زي الاول واحسن. عما حاجة هنعمل مشاركة للفيديو بازن الله. اه تفوز بشقة في الطرح الجديد دوت. شكرا يا جماعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.